كيف كان القطيع دينا هذه المجموعة دينا للسنوات وكيف وصلنا لهذه الوضعية هذه اللي رحنا فيها في هذه السنة وطبعا بلا ما نذكرش الأسباب لأن الأسباب تعرفونها جميعا والأسباب هي أنه القطيع الوطني في السنوات الماضية خاصة في الكوفيد وفي تولي سنوات الجفاف وخاصة في مجموعة دينا المراحل اللي مرت منها بلدنا تتأثر القطيع الوطني لكن الحكومة خدت مجموعة دينا الإجراءات هذه الإجراءات أولا كان الإجراء الأول الذي أمر به جلالة المالك عبرت خصيص العشرات المليار دينا الدرهم لفائدة العالم القرى وجزء منها في واحد الجانب دينا الإغاثة الماشية فيه الأعلاف المركبة والأعلاف بصفة عامة فيه أيضا الجانب ديال توريد الماشية عبر إحداث مجموعة من نقاط ديال الماء ثم جاء إجراءات الحكومية المتوالية لإخدتها الحكومة خاصة عبر تخفيضات الضريبية اللي مرتبطة بالاستيراد قلناها في هذه الندوة قلناها في مناسبات أخرى مستوى الاستيراد لم يصل إلى ما كنا نتمناه حقيقة اليوم في هذه الأيام هناك معرض كبير الآن ينعقد بمدينة مكناس على الطاولة مجموعة من الاتفاقيات ومجموعة من الإجراءات الأخرى التي سوف تدفع بهذا المصار هذا نحو مزيد من الإمكانيات التي ستعطى لفائدات الفلاحة الوطنية في الأسبوع ما قبل الماضي كانت مراسيم لتخفيض أو إلغاء الضريب على القيمة المضافة لمجموعة من المدخلات ومجموعة من المواد التي تدخل في إنتاج الفلاح عموما اللي نقدر نأكد هو أنه الحكومة برئاسة سيد رئيس الحكومة شخصيا يشتغل على هذا الملف هذا بشكل مباشر كانت اجتماعات تبعتي ومخرجات ديالها وقدمنا المخرجات ديالها وكيفما قلت في هذا المساء اليوم سوف يتم توقع حوالي 20 اتفاقية اللي هي ستشكل ذلك التعهدات والذلك المخرجات ديال اللقاء اللي كان مع السيد رئيس الحكومة وكلها تصب نحو دعم الإنتاج الفلاحي بما فيه هذا الإنتاج الفلاحي المتعلق باللحوم هذه الإجراءات هذه الآن راتخدات الإمكانية المالية غادي توضع غادي خص واحد شوية فقط ديال الوقت باش نقدروا أننا نلمسوا الآثار ديالها المباشر على المواطنين لكن أنا عرف سؤال ديالك مشا رأسا إلى العيد الأضحى الحكومة متعبئة لكي تنجح هذه المحطة هذه وتمر في أحسن الظروف وفي أحسن الأجواء وأحسن الظروف هي أنه يكون العرض وافير ترجمة نانسي قنقر